ترأس سعادة السيد سامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للطفولة بحضور عدد من أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وخلال الاجتماع أكد العصفور على الدور الكبير للجنة الطفولة في تنفيذ اختصاصاتها الرمية إلى الارتقاء بواقع الطفولة من خلال العمل على تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويا وثقافيا ونفسيا تهتم مملكة البحرين في ملف تنمية النشأ والأطفال وذلك من منطلق الحرص على تنميتهم عبر كافة مراحلهم العمرية تربويا وثقافيا ونفسيا ومن أجل ذلك سنت المملكة العديد من التشريعات لحماية هذه الفئة في مختلف المجالات من خلال وضع استراتيجية وطنية تساعد الجهات المعنية على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق هذه الفئة وتعتبر جهود مملكة البحرين في هذا الملف الهام واضحة لسيما في الخطوات المتخذة على أرض الواقع حيث كان إصدار جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والمتكون من تسعة وثمانين مادة مشكلا نقلة نوعية في التشريعات المعنية بالطفل كما أن إسهامات مملكة البحرين في هذا المجال برزت من خلال مجموعة من التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل والضامنة للحق في التعليم والصحة والرعاية والتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة ومكافحة التسول والتشرد جهود اللجنة الوطنية للطفولة والمشاكلة من قبل عدد من ممثلين المؤسسات الرسمية كان لها الأثر الأبرز في الإسهام بترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل في مجال اختصاصها بما يساهم نحو تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع ترجمة نانسي قنقر